ركزت وسائل الإعلام العالمية اهتمامها بالحرب الدائرة في دولة جنوب السودان بعد أن تعثرت فيها عاملات السلام وتحولت الأزمة فيها إلى حرب نهلية والتي أهلكت الحرثة والنسل وأفرزت ما جاعة أجبرت المواطنين على مغادرة أرضيهم باتجاه السودان فورونيكا ممرضة بمستشفى ملكال إخدام دن جنوب السودان كانت تحلم كغيرها بوطن يسع الجميع إلا أن هذا الحلم تبدد وتحولت نعمة الانفصال عن الدولة الأم إلى نقمة بالرغم من مخاطر الطريق وإنعدام الأمن تحركت بأبنائها نحو السودان وقررت المخاطرة أسرة فورونيكا تمتعت بالأمان في المخيم الجديد داخل الأراضي السودانية ولكنها تفتقد إلى احتياجات أخرى إذ أن هذا الغطاء هو المسكن وهذه الأواني هي ما لديهم من أثاثات فورونيكا بنت جنوب السودان بعد أن وصلت إلى السودان باتت لا تفكر في نفسها فحسب وإنما اهتمت ببقية اللاجئين في المخيم وكيفية بقائهم بشكل جيد دون مشكلات هذه حالة واحدة من آلاف الحالات التي تجسد معاناة القادمين من دولة جنوب السودان معاناة يبدو أنها لم تنتهي بالرغم من وصولهم إلى معسكرات اللجو لؤى عبد الرحمن الإخبارية من داخل معسكر خور الورل ولاية النيل الأبيض المحاذية لجنوب السودان ترجمة نانسي قنقر